في عالم مفتوح لا يعرف حدود ولا قيود يقضي الأطفال حول العالم جزءاً كبيراً من يومهم في استخدام شبكة الإنترنت التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لمليارات البشر ومع تزايد اعتمادهم على الأجهزة الذاكية والمنصات الرقمية بات الأطفال يواجهون مخاطر جمة وأضرار نفسية شديدة باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفاً في هذا العالم الافتراضي تزايد مخاطر استخدام الأطفال للإنترنت دفع منظمات أممية ودولية عديدة لدق ناقص الخطر من هذا الخطر المحدق معتبرة أن مواجهة هذه التحديات الكبيرة لا يجب أن تكون على عاطق الآباء فقط بل تتطلب جهوداً متضافرة على المستويات كفة في هذا الإطار سلطت الأمم المتحدة الضوء على مجموعة من المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصات والتطبيقات الرقمية والتي تتضمن التعرض للمحتوى الضار أو المتطرف والتنمر الإلكتروني بالإضافة إلى اختراق الخصوصية كما سلطت المنظمة الأممية الضوء بشكل خاص على عدد من المشكلات الصحية والنفسية التي تطال الأطفال كالإدمان والعزلة الاجتماعية المنظمة الأممية اعتبرت أن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً على نمو الأطفال وتطورهم البدني والعاطفي والاجتماعي مشددة على ضرورة توفير حماية فعالة للأطفال عبر وضع سياسات وتشريعات رقابية صارمة على المنصات الرقمية بالإضافة إلى ذلك اعتبر خبراء أن تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية تستوجب عدداً من الإجراءات العاجلة منها تطوير تشريعات وأنظمة رقابية صارمة على المحتوى بالإضافة إلى إلزام المنصات الرقمية بتطبيق معايير أمان وخصوصية مشددة كما شملت الإجراءات تعزيز برامج التوعية والتثقيف الرقمي لدى الأطفال وأسرهم فضلاً عن تعزيز دور المدارس في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتعامل الآمن مع التقنيات الرقمية ترجمة نانسي قنقر